أكتر من 100 طالب من جامعة كولومبيا بنيويورك اعتقلوا من قبل الشرطة بسبب مشاركتهم بمخيم تضامن مع غزة إدارة الجامعة علقت انتساب كل الطلاب يلي شاركوا بالاعتصام وعطلت بطاقتهم الجامعية وأجبرت يلي عايشين منهم بالسكن الجامعي بإخلاق غرفهم ب15 ديئة مينو الشفيق رئيسة الجامعة المصرية الأمريكية طلبت رسميا من شرطة نيويورك إخراج الطلاب من الجامعة بحجة أنهم عم يعتدوا على حرم الجامعة بما أنه تم فصلهم بعتت الشرطة درون للمراقبة وميات العناصر اللي حاصروا الطلاب جوا وبر الجامعة وحتى مفوط شرطة نيويورك إدوارد كابان نزل على الجامعة بنفسه ليشرف على قمع المخيم بس بالوقت اللي حاصرت الشرطة الطلاب ميات الناشطين نضموا من كل نيويورك ليتضامنوا مع الطلاب ويضغطوا على إدارة الجامعة ويشتتوا الشرطة من بينهم الأكاديمي والمرشح الرئاسي كورنيل ويست والناشط الفلسطيني محمد الكرد استهداف رئيس الجامعة للطلاب المؤيدين لفلسطين ما كان صدفة كان لأسترداء النواب الأمريكيين بعد يوم من جلسة الاستماع إلى بالكونغرس بخصوص معادات السامية بالجامعة أعترفت شفيق بالجلسة أن الجامعة كانت على تنسيق بعد 7 أكتوبر مع شرطة نيويورك والأف بي آي بحجة مكافحة معادات السامية أعترفت كمان بفصل 15 طالب على الأقل بسبب تنظيم النشاطات دعمة لغزة وحل منظمات طلابية من الصوت اليهودي من أجل السلام لليوم التالت ورغم الاعتقالات والفصل طلاب جامعة كولومبيا مصرين على المخيم لحتى تسحب إدارة الجامعة أموالها واستثماراتها من الشركات يلي بتفيدوا وبتستفيد من الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة أعتقد أننا سيكون 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 سيكون